فتوى فتوى أولماء أهل السنة والجماعة الثانية والنعمة الثانية معافاً في بدنه من الآفات والأمراض المقلقة والمزعجة هذا تمت عليه النعمة آمن في سربه لا يخاف من الأعداء آمناً في سربه معافاً في بدنه من الأمراض المقلقة والمزعجة عنده قوت يومه عنده غداءه أو عشاءه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها لأنه اجتمعت له النعم والمتطلبات وتمكن من الانتفاع بها هذه نعمة عظيمة تكاملت في حقه النعمة وهذه كلها والحمد لله الآن متوفرة لنا فعلينا أن نشكر الله عز وجل لأن نستعمل هذه النعم في طاعة الله ولا نبطر نعمة الله أو نتكبر أو نستعمل هذه النعم في معصية الله وفي الإسراف والتبذير والبذخ وغير ذلك آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه لأن الإنسان لا يدري هل يعيش بعد يومه هذا أو لا لكن عنده ما يؤمن يومه الذي هو فيه هو اليوم الثاني والثالث يأتي الله يأتي الله بأرزاقها ولا ينسى عباده سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها فهذه النعم متوفرة عندنا الآن عندنا الأمن ولله الحمد وعندنا الرزق متوفر عندنا أيضاً العافية في الأبدان من الأمراض المزعجة والمقلقة هذه نعم عظيمة الدنيا كلها تنبني على هذه الأمور المترجمات والسجاح يبقى وما 74 تريدان منها يمكن غير 다보 كيف افضل أخaland ستجل